بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على كبار المسؤولين في الجهاز القضائي الفنزويلي طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبعاد يديه القذرتين عن بلاده مادورو طالب ترامب بالكف عن التدخل والخروج من فنزويلا مؤكداً في تصريحاته هذه ما جاء في البيان الصادر عن حكومة بلاده التي تهمت الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون فنزويلا الداخلية ومواصلة مساعيها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وكانت الحكومة الفنزويلي أعربت في وقت سابق عن أسفها لتبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة ونهج سلفيه السابقين باراك أوباما وجورج بوش العدائي تجاه فنزويلا مضيفة أن عدوان ترامب على الشعب الفنزويلي والحكومة تجاوز كل الحدود واشنطن تحاول زعزعة الاستقرار في فنزويلا بالاعتماد على المعارضة وحثها على الانقلاب على حكم الرئيس الشرعي مادورو وهي تستخدم في سبيل ذلك شتى الوسائل بما فيها العنف والفوضى والسبب واضح للجميع وهو أن فنزويلا دولة حرة مستقلة في قرارها ولا تخضع لواشنطن إضافة إلى أن مادورو يسير على نهج الرئيس الراحل إيغوتشافيز الذي قضى متجع الولايات المتحدة طويلا اشتركوا في القناة